اه كورونا والحديث عن كورونا لكن المرة دي بما ان في دول كتير جدا بدأت ادت اللقاحات وادت الارقام كبيرة جدا النهاردة اعلنت وزارة الصحة في مصر البدء في توزيع اللقاح على الطائم الطبي في المستشفيات الخاصة ما ده اللي قاله سيادة الرئيس النهاردة وطمنا كمان اه بالضبط لان كل الناس كانت بتتساءل طب وصل لنا يعني خمسين الف وخمسين الف يعني تقيبا خمسة وعشرين الف شخص النهاردة كمان تعقدت الهيئة المصرية للشراء الموحد على عشرين مليون جرع من لقاح كورونا الخاص بشركة استرازانيكا البريطاني وده طبعا كانت تأكيدات اللي هو الطبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة ده كله بيحصل في الوقت اللي بتتم فيه تجارب سريرية على كتير من اللقاحات اللي منها طبعا لقاحة الروسي يسبونتك وهو مشابه جدا جدا للقاح أسترازيليك سبوتنك اللقاح الروسي سبوتنك اللقاح الروسي أثبت فعالية جيدة حتى الآن بحسب تصريحات مساعد وزيرة الصحة للبحوث الدكتورة نوها عاصم لحديث القاهرة قالت إن لجنة أخلاقيات البحوث أعطت موافقة للمرحلة التالتة من الأبحاث الإكلينيكية والسريرية للقاح سبوتنك وطبعا بتقوم بعض الجامعات بهذه التجارب خلينا ناخد تفاصيل أكتر عن الموضوع من خلال الدكتور شريف عباس استشاري الكبد والأمراض المعدية بمعهد الكبد جامعة المنوفية أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بيك أساسي الكريم أساسي الخير يا دكتور شريف أساسي حضرتك دكتور ممكن نتكلم إحنا عندنا كم لقاح بتجرى عليه تجارب سريرية بمعنى عندنا اللقاح الروسي وإحنا عندنا معلومات إنه هو محقق نتائج جيدة أنا عارف إن أنتوا في المعهد بتعملوا دراسات حوالين سوفالدي العلاج اللي كان يستخدم لعلاج الكبد اللي مصر متمايزة فيه جدا فعايزين نعرف آخر النتائج اللي وصلين إليها إيه طيب بالنسبة للدراسات السريرية على الأدوية احنا بمستخدم نعملين دراسة بابقينها من شهر عشر على استخدام نوعين من أدوية فيروس سيف في علاج وفيروس كورونا والحمد لله انتهينا من كل الحالات وبنجمع النتائج وهي مبشرة جدا بس نقدرش نعلنها لما نبدأ نشر دولي وحنقول كل الداتة إن شاء الله بالنسب الإحصائية ده ليه الخاصة بالسوفالدي السوفالدي وده كلانزا المهم إنه مبنوعين من دراسة فيروسين وجايبين نتائج كويسة جدا مع الحالات كمان المتقدمة الحمد لله بس الكلام النهائي إن شاء الله بيتراجع في الـ WHO ويتنشر وبعدين نعلق تمام عظيم اللقاح الروسي بقى أخباره إيه فاند موت وإحنا في أي مرحلة دولة مراحل التجارب فيه إحنا عندنا في العالم كله فيه أربعين نوعا من التجارب السريرية على أربعين نوع لقاح فيه اتنين خدوا أبروفال خلاص اللي مصر جابت واحد فيهم اللي هو سينوفارم وبتاع فايزر دول خدوا أبروفال خلاص في الطوارئ واخدين أبروفال في الـ WHO وطوارئ وإحنا الحمد لله مصر يمشي بخطوات سابقة كتير قوي دول تانية فإن إحنا بنجرب بنفسنا اللقاح قبل ما نديله أبروفال عندنا يعني سينوفارم ده تجرب في مصر وخد أبروفال وفيه سينوفاك كمان بيتجرب وبالنسبة للقاح الروسي إحنا الحمد لله الوزارة وعيد أخلاكات المانا قدتنا موافقة إن إحنا نجربه في تلات أماكن في مصر من ضمنهم معهد الكابت في شبين الكورو وعدد الحالات تواغدينه زي ما الإمارات خدته زي السعودية ما خدته 500 حالة هنجرب عليهم اللقاح وهنعمل لهم تحليل وهنتباحهم بحيث إحنا نطلع إحنا بنتائج نقول إن ده متأكدين إنه حيفتنا ومش حيبقى فيه ضرر هو لغاية دلوقتي في المرحلة الفسري في الدراسات الكلينيكية اللي هو سبوتنك وصلوا عدوا 33 ألف حالة هم 40 ألف حالة بس يعني أوزن ويكس أو تويكس حيبدأوا يعلنوا ياخدوا الأبروفال وإن شاء الله هنكون إحنا بدأنا نجربه وكمان الدولة متفاوضة فيه شركة مصرية مقدمة على شرية 25 مليون جرعة فيه شركة مصرية خاصة شركة مصرية وطنية آه وشركة مصرية تانية واردة موافقة على التصنيع يعني الحمد للعاملين خطوات فيه كويسة قوي هو أصلا كمان فيه دول بدأت واشترت وخدت موافقة روسيا اسمحي يا دكتور الشركات الخاصة جزئية الشركات الخاصة هنا هل ده معناه إن التوزيع ممكن يخرج يبقى في الصيدليات مثلا زي ما كنا بنسمع قبل كده ولا كله برضو مازال حتى الآن الخط الأساسي إن التوزيع من خلال الأماكن الخاصة بوزارة الصحة ومستشفيات والأماكن المعتملة هو في الأخير برضو وزارة الصحة والأماكن المعتملة يعني المصنع دي هتعمل والوزارة اللي هتبت يعني فيش حد هياخد كده من نفسه يعني كل اللقاحات هتبقى عن طريق وزارة الصحة ولم يبقى فيها إتاحة كبيرة هيبقى الناس كلها في أي وقت اللي عايز الطعام حيروح لكن في الأول طبعا لازم نرأتكم الطبية والناس اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة زي ما الدولة حتى الخطة دون اللي هنبدأ بيهم وحكاية النجاية خمسة أو عشرين ألف خمسين ألف جرع لا ده كل أيام هيجي يعني في أيام قريبة داخل كمية إن شاء الله والوزير يقال كده بالنسبة للتطعيم الروسي هو فعلا نتايعه على الجراسات بتاع روسيا نفسها بتاع الإمارات بتاع السؤالية وفي كوريا وفي المكسيك وفي البرازيل في دول خدت وجربت واشترت يعني البرازيل خدت موافقة على 8 مليون جرعة الهند واخدت موافقة على 100 مليون جرعة نسبوتنا نعم مصر ماشي مع كل إحنا فاضل أربعة يعني هم اللي هيخدوا أبروفال بعد الاتنين دول اللي هي الدولة كانت تفاوض عليه بتاع أكسفورد أيها وسين وفاك بتاع السين برضو قرى بياخد أبروفال وسبوتنيك وموديرما دول العلوم والدول ده كويس جدا فرصة أنك معنا بس نطمئن على أحوال الكورونا في مصر إحنا شايفين المعدلات العددية في الإصابات بتنخفض وإن كانت نسبة الوفيات لسه زيادة شوي هو ده حقيقي لأن إحنا كمان بنشوف كم الحالات هو الكيرف بادئ في النزول أي يعني إحنا كنا وصلنا الكيرف باهنا كم يوم بدأ ينزل فعلا أي ونتمنى أن الناس تبقى حريصة عشان مش عايزينه يطلع تاني يعني عايزينه يكمل نزول زي المرة الأولى كده يعني حضرتك بترجع النزول ده لأن إحنا بقنا أكثر حرصا في التقارب مع القوانين كمان اللي تم اعتمادها مؤخرا يعني والإجراءات طب اسمح لي يا دكتور هو موضوع بعيدا عن الجزئية دي يمكن خرج مبارح تقرير طبي من لندن قال أن نسبة اللقاحات أو فعالية اللقاحات بتقل 50% مع النسخة المحورة أو المتطورة وخصوصا بتاعة جنوب أفريقيا هل يا فندم ده بالفعل معلومة صحيحة وثابت حاجة شبه كده علميا ولا ملهاش علاقة بالصحة هم قالوا كده على تطعيمهم يعني الفاكسين متاع أسترازينيكا كل التطعيمات معمولة حول جتين كل حونا شايلة جزء معين من الفيروس بروتين معين اللي هو السبايت بروتين اللي بره ده ده بيتاخد واحد نوعين متاع من كل واحد في حقنة فحصل ميوتاشن في نوع منهم يعني حصل طفرة في نوع من بس اللي في أفريقيا حصل طفرة في البروتين واحد من الحقنة حقنة من الاثنين فعشان كده قالك 50% نعم بنشكرك جدا دكتور شريف بنشكرك على وقتك دكتور شريف عباس شاري الكبد والأمراض المعضية بجامعة المنوفية شكرا لتوهدك معنا وعلى معلومتك القيمة شكرا لك